موسيقى أهلا بكم إلى نشرة أحوال التقصى المرتقبة لصبيحة ويوم أو ظاهرة الجمعة إذن استمرار الاضطرابات الجوية على المناطق الشمالية من الوطن كمية الأمطار المتساقطة تصل إلى 30 مم محليا إذن تفاصيل الوطن الجوية خلال الصبيحة بإذن الله أمطار غزيرة ورعدية في بعض الأحيان بالنسبة للمناطق الشمالية خاصة على السواحل ومناطق الهضاب العليا أمطار غزيرة أيضا ستشهدها المناطق الشمالية الشرقية والغربية سماء غائمة تماما على شمال الصحراء مغشى جزئيا بالنسبة لشمال أو منطقة الوادي كذلك بوسط الصحراء منطقة بشار وجنات تبقى الأجواء الصافية مستقرة على باقي ولايات الجنوب الزواب عرمليا دائما فيها الموعد بفعل رياح القوية وهذا على ورقل على ودسوف وسط الصحراء شمال الصحراء مناطق أقصى الجنوب الغربي بأضرار وكذلك بمنطقة بشار بالنسبة لحالة التقص خلال الظاهرة نفس الوضعية الجوية عموما بالمدن الشمالية من البلاد أمطار راعدية تشهدها السواحل الوسطى كذلك المناطق الشرقية من البلاد حتى بالمدن الغربية خاصة على السواحل لكن سماء غائمة بالنسبة لمدن الداخل إذن أجواء مغشى جزئيا إلى الصافية تماما بالنسبة لمناطق الجنوب الكبير مع الزوابع الرملية بالنسبة لمدن الوحد ومدن الصورة كذلك بشمال الصحراء وسط الصحراء وأقصى الجنوب الغربي حتى على أقصى الجنوب الشرقي من البلاد درجات الحرارة المسجلة خلال الصباحة بإذن الله صباحة يوم الجمعة أيضا تصل إلى 12 درجة بجزيرة العاصمة التي بازل بليد 13 درجة بالسواحل الشرقية على بجاية سكيدة عنابة الطرف والقالة 8 درجات بيق سنطينة على سطيف برج بوري ريج على قلمة سوق هراست بسا أيضا 11 درجة بيوهران 10 درجات بيتلمسان على تيارة البيض منطقة بشار أيضا نفس المقياس نسجل 21 درجة بأضرار 24 بيتيندوف 21 بعين صالح 22 على منطقة الثامنة 23 بجانات و26 إلى 27 درجة بأقصى الجنوب الجزائري خلال الظاهرة بإذن الله درجات الحرارة القصوى سنسجل 18 درجة بالجزيرة العاصمة التي بازل بليد كذلك بسواحل الشرقية عنابة الطرف والقالة 19 بيوهران وكذلك بمنطقة تيارة البيض على تلمسان نسجل 14 درجة بالجنف على تيزيوزو البويرة 15 درجة على مرتفعات الأوراس على قسنطينا صيف برج بواريري جيدا 23 بيتسوف نسجل 25 درجة بورقلا 22 بيتمونة 27 بعين صالح ومنطقة أضرار 40 إلى 42 درجة بأقصى الجنوب الجزائري على الخط الرابط بين برج بجمختار وعينقزام حالة البحر سيكون البحر مضطرب محليا على طول أشريط الساحلي الرياح ستكون شمالية شرقية وسرعتها تصل حتى 40 كم في الساعة نختم معنا شرابية المعلومات الفلكية لوقت شروق وغروب الشمس بالجزائر العاصمة وضوحية اليوم الجمعة 15 عبريل 2022 الشروق سيكون على الساعة 16 و14 دقيقة مع الغروف سيكون على الساعة السابعة و22 دقيقة المعلومات الإلكترونية أو أقول العنوين الإلكترونية دائما في الخدمة شكرا لكم على المتابعة إلى اللقاء شكرا لكم على المتابعة